اصيح بالخليج يا خليج يا واهب اللؤلؤ والمحار والردى فيرجع الصدى كأنه النشيش يا خليج يا واهب المحار والردى. ربما ليس هناك اصدق من كلمات شاعر العراق الكبير بدر شاكر السياب الذي لخص حال الخليج واهب الثروة والحرب لمن حوله. وواهب الحياة والموت. الخليج الذي ضاعت هويته ويتنازع عليه الجميع. وهذا كل ما تحتاج لمعرفته عن هذا الخليج. حفرة مائية تمتد من خليج عمان جنوباً حتى شط العرب شمالاً. بطول يناهز تسعمائة وخمسة وستين كيلو متراً. وباقصى عرض يصل حتى ثلاثمائة وسبعين كيلو متراً. وعمق ضحل لا يتجاوز تسعين متراً. ومساحة كلية تتجاوز مئتين وثلاثة وثلاثين الف كيلو متر مربع. هذا عن مياه الخليج. اما عن سواحله فهي مقسومةٌ بين العرب والفرس. فعلى الساحل الشرقي تتواجد ايران. بطول سواحلٍ يصل لاثنين فاصل اربعمائة واربعين كيلو متر. وعلى الساحل الغربي تتواجد الدول العربية من عمان مروراً بالامارات وقطر والسعودية والكويت والعراق والبحرين. بطول سواحلٍ مجموعها يصل لثلاثة فاصل اربعمائة وتسعين كيلو متر. وعليه فان سواحل العرب على الخليج. تتجاوز سواحل الفرس باكثر من الف كيلو متر. كما يسكن العرب على غليبية سواحله. حتى داخل ايران. لكن قبل ذلك لابد من عودةٍ للتاريخ لمعرفة ماذا كان الخليج قبل ان يصبح خليج العرب او خليج الفرس كما يدعو. تاريخ الخليج. حتى الالف الثانية قبل الميلاد عرف الخليج باسم بحر الالهة. كما كان يعرف لدى حضارات وادي الرافدين باسماءٍ عديدة. كبحر الشروق الكبير والبحر الاسفل والبحر المر. وبحر شرق الشمس الكبير وبحر بلاد الكلدانيين. اما عند اليونان والرومان فقد اطلق عليه اسم البحر الارثيري او البحر الاحمر. فقد اعتبروه امتدادٌ لبحر العرب الذي كان بدوره امتدادٌ للبحر الاحمر الحالي. وتسمية الخليج العربي جاءت لاول مرةٍ على لسان المؤرخ الروماني بلينيوس الاصغر. واما المؤرخ الاغريقي الشهير بطليموس فقد كان يطلق عليه اسم خليج ميناس. وميناس هي مملكةٌ عربيةٌ قديمة. كانت شمال الخليج وحالياً هي الاحواس. واما اسم بحر فارس فقد وردت فقط قديماً. على لسان نيرا خوس قائد اسطول الاسكندر الاكبر عام ثلاثمائة وخمسة وعشرين قبل الميلاد. ولذلك لكونه كان يسير على سواحله بحثاً عن الفرس لقتلهم او قتالهم. في حين حتى الفرس انفسهم حتى القرن الرابع الهجري. كانوا يطلقون عليه اسم خليج العراق. واما عن العرب انفسهم فقد اطلقوا عليه اسماء عدة. منها خليج عمان وخليج البحرين وخليج القطيف وخليج البصرة. والاخيرة هذه خليج البصرة. كانت التسمية الاكثر انتشاراً عقب الفتح الاسلامي. وظلت معتمدةً لدى العثمانيين سنواتٍ طويلة. حتى سقطت الدولة العثمانية. ونهضت بمقابلها دولة الشاه في بلاد فارس. والتي بالقوة وبتحالفها مع الغرب. فرضت بدايةً اسم الخليج الفارسي. حتى بدأت الدول العربية بالاستقلال. وبناء دولٍ قويةٍ نسبية وتحديداً العراق والسعودية. واللتان فرضتها اسم الخليج العربي. لتصبح تسميةٌ بمقابل تسمية. ولتصبح واحدةً من اكثر القضايا الجدلية. وسنعود لذكرها في هذا التقرير. لكن بعد الحديث عن اهمية الخليج. خليج الذهاب. والذهب هنا كنايةٌ عن اهمية الخليج الاقتصادية والتجارية والسياسية وحتى الاجتماعية. وهذا ما سنفصله هنا. فاقتصادياً وتجارياً منذ القدم كان الخليج ممراً مائياً لعديد السلع والبضائع للممالك القديمة المزدهرة. وتحديداً ممالك العراق وواد الرافدين. فمنها سارت بضائعهم الى العالم القديم. وعبره جاءت السلع الى العراق ودول محيط الخليج. فكان تاريخياً ممراً يربط بين اكبر الامبراطوريات في العالم. الهند والصين من جهة وبلاد فارس والعراق وحضارات العربي واليونان والرومان من جهةٍ اخرى. وهو دورٌ حافظ عليه الخليج حتى الان. حين تحول لاكبر ممرٍ مائيٍ ناقلٍ للنفط حول العالم. فمعظم نفط الخليج يصدر عبره. وليس فقط النفط فمعظم بضائع دول الخليج حالياً وتجارته وكل ما يحتاجه من سلع لا منفذ لها سوى الخليج. وهو عملياً الرئة التي تتنفس منها دول الخليج العربية. وعلى رأسها العراق والكويت والبحرين والامارات وقطر. وهذه دولٌ ليس لها منافذٌ او سواحلٌ بحرية سوى الخليج. ولا تقتصر اهمية هذا الممر المائي على كونه طريقاً وحاملاً للنفط والبضاءة. بل في قلبه ايضاً يحوي الذهب الاسود نفسه والغاز. كما يضم ذهباً من نوعٍ اخر. اعتاش عليه سكان الخليج لسنوات. وهو اللؤلؤ والمرجان. وايضاً الملح. وهذه سلعٌ ازدهر استخراجها والتجارة بها لسنوات. قبل ظهور النفط. ويتبقى الحديث عن اهمية الخليج السياحية. فهو مقصدٌ لعديد السياح حول العالم. فضحالة مياهه ونعومة رمل شطانه وسطوع الشمس عليه. تمنح هؤلاء القادمين فرصةً للاسترخاء والتمتع بالسياحة الشاطئية. وعلى جنباته نهضت مدنٌ يقوم جزءٌ كبيرٌ من دخلها على السياحة. كمدينة دبي في الامارات العربية المتحدة. وايضاً تضم مياهه جزرٌ عدة. منها سياحية ومنها اقتصادية. واخرى تشعل الخلافة السياسية دائماً. وهنا الحديث عن اهمية الخليج سياسياً. فهو من القدم ايضاً ممرٌ مائيٌ لعديد الاساطيل التي استعمرت العالم. ومنه سارت حضارات الغرب للقاء وقتال حضارات الشرق والعكس. كما منه دخل الاستعمار البرتغالي نحو بلاد العرب. ومنه مرت سفن الانجليز لغزو سواحل الخليج. وايضاً منه عبرت اساطيل الولايات المتحدة وحاملات طائراتها لضرب العراق. وفيه تحط السفن الحربية الغربية لحصار ايران. وفيه ايضاً تجري طهران مناوراتها لاستفزاز العرب والعالم. وايضاً يضم الخليج الجزر الاماراتية الثلاث التي تحتلها ايران. وعلى بوابته في مضيق هرمز تكثر تهديدات ايران باغلاقه. حتى تحول الخليج لمسألة امن قومي لدى الدول المشرفة عليه. وبات الصراع عليه وجودياً. وبات عرضةً ليكون ساحة حربٍ قادمة. لا يتمنى احدٌ ان تندله. لان سكان محيطه فقط من سيدفعون الثمن. وبالحديث عن سكانه يأتي الحديث عن اهمية الخليج الاجتماعية. فالتركيبة المحيطة بالخليج هي بغالبيتها عربية. وقد قطع الخليج اوصالها ففي الغرب يعيش عربٌ كثر. وكذلك في الشرق. فايران التي تدعي فارسية الخليج على سواحله الايرانية يعيش عرب ايران. والذين احتلت ايران اراضيهم مطلع القرن العشرين. وتحديداً اقليم الاحواز العربي الخالص. والذي يخوض سكانه معارك سياسيةٍ واجتماعيةٍ كبرى. لاثبات هويتهم التي تسعى طهران لتغييبها. وهذا جزءٌ من صراعٍ كبيرٍ على ملكية الخليج. والتي هي عنوان الفقرة القادمة. خليج العرب ام الفورس? تناولنا في فقرةٍ سابقة من هذا التقرير اصل التسمية وتاريخها للخليج. وانتهينا فيها عند قيام دولة الشاه في ايران. وهي الدولة التي برزت قوتها حين ضعف الجميع. وخلال النصف الاول من القرن العشرين حافظ الخليج على الكنية الفارسية له في المحافل الدولية. حتى بدأت الدول العربية بالنهوض وجاءت حقبة الخمسينيات والستينيات لتعريب خليجها. حينها اندلع الخلاف الكبير بين العرب والفورس على اصل الخليج وكنيته. والحقيقة ان الخلاف الكبير هذا ليس من اجل الاسم بحد ذاته. فمثلاً هناك مضيقٌ بحري يفصل بين بريطانيا وفرنسا. اسمه بالفرنسية مضيق كالي. وكالي مدينةٌ فرنسية. واسمه بالانجليزية مضيق دوفر. ودوفر مدينةٌ انجليزية. وكلا البلدين يستخدم الاسم الذي يطلقه هو على هذا المضيق. ولا توجد مشاحناتٌ بينهما بسبب هذا التباين بالاسماء. لكن عند العرب والفورس الامر مختلفٌ تماماً. فما بين بلاد العرب وبلاد فارس. اكبر من مجرد اسم. وقد مررنا في هذا الفيلم الوثائقي على بعض القضايا الخلافية بين بلاد شرق الخليج والبلاد غربه. كقضية احتلال ايران لاراضي العرب الاحواس. وكذلك احتلالها للجزر الاماراتية الثلاث. ولكن الخلافة اكبر ايضاً من ذلك بكثير. وهو تاريخياً ومتجذرٌ بين الجيران. فعلى ايدي العرب انهارت حضارة فارس التي كانت لا يشق لها غبار. صدر الاسلام. وعلى ايدي العرب وتحت اقدام خيولهم. تحولت بلاد فارس لمجرد ممرٍ تعبر منه جيوش المسلمين لفتح اقصى الشرق في قرة اسيا. وعلى ايدي العرب تحولت حضارة الفرس لمجرد ماضي. ولم تقم لها قائمةٌ حتى بزوغ حكم بني عثمان. الذين لم يكونوا معنيين بصراع العرب مع جيرانهم. فصعدت الدولة الصفوية بقلبٍ فارسي. حتى وصلت لدولة الشاه القومية. ثم تحولت للجمهورية الاسلامية الخمينية. عقب الثورة العام الفٍ وتسعمائةٍ وتسعةٍ وسبعين. ولكنها ظلت تنبض بالفارسية رغم ادعائها الاسلام. وارادت طوال هذه السنوات اعادة مجدٍ تتهم العرب بسرقته. وفي المقابل ظل العرب يذكرون ايران بانهم من اسقطوا حضارتها. وسعوا لفرض قوميتهم على الخليج. وكان للعراق زمن حكم صدام سطوةٌ في ذلك. كذلك سعت دولٌ كبيرةٌ في الخليج وتحديداً السعودية. للتصدي لثورة الفرس حتى لو بفرض التسمية. وعلى الرغم من ان كلا الجانبين يحتفظ بالتسمية التي يريدها للخليج. الا ان المعركة الدائرة هي في سجلات الامم المتحدة وفي مؤتمرات الدول الكبرى. فعلى سبيل المثال يخطئ سياسيٌ غربي باستخدام لفظ الخليج الفارسي. فيغضب العرب. ويعود المسؤول للتصحيح ويقول الخليج العربي. كما كان يحدث زمن حكم الرئيس ترامب. الذي كان يعتمد استخدام لفظ الخليج العربي لاغاظة الايرانيين. ومثالٌ اخر حين احتجت ايران بشدة على خرائط جوجل التي استخدمت اسم الخليج العربي. وشككت بمصداقية محرك البحث الشهير. قصصٌ كهذه تكررت كثيراً على مدار سنوات. حتى تحولت الى طاولة المفاوضات بين الطرفين. على امل ايجاد حلول لهذه المعطلة. فكانت تسمية الخليج العربي الفارسي. لكنها رفضت من الطرفين. كذلك اقترح الزعيم الليبي معمر القذافي على خميني طهران اسم الخليج الاسلامي. ولكن قائد الثورة الاسلامية رفضت تسمية الاسلامية. فالقضية بعمقها قومية. حتى لو تدثرت بثوب الدين. كما هو الخلاف السني الشيعي. الذي في اصل من اصوله هو خلافٌ قوميٌ بين الفرس وبني يعرب. صراعٌ لن تمحوه على ما يبدو طاولة مفاوضاتٍ او جولة مباحثات. فما تريده ايران من فرضٍ لقوميتها وعودةٌ لامجاد امبراطوريتها. هو يتعارض مع الوجود العربي برمته. فايران الحديثة لا تختلف كثيراً عن بلاد فارس الغابرة. دولةٌ توسعيةٌ وتنشط لفرض هيمنتها ونجحت بذلك بدولٍ عربيةٍ عدة كالعراق وسوريا ولبنان وصولاً لليمن. وهي دولٌ تحولت لساحات معارك. وهو ايضاً ما يستنفر دولاً عربيةً كبرى. فبعد سقوط العراق الكبير العام الفين وثلاثة تطوعت السعودية وحيدةً للتصدي لحلم الفرس. مسنودةً بدعمٍ عربيٍ غير كبير حتى الان. فما يؤرق بلاد العرب قضايا كبرى تشغلها عن قضية ايران وحلمها الكبير. وعلى ما يبدو ان حل مسألة التسمية لن يأتي منفصلاً عن حل النزاع العربي الايراني او حسمه لاحد الطرفين. فالقوي بالنهاية هو القادر على كتابة التاريخ والحاضر. وهو القادر على فرض ما يريد.